السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد مهم سيكا بيخص الشرطة او جهاز الشرطة ظاهرة انا ملاحظة بالها اكتر من قريبة من اسبوعين بالزبط وهي جرائم اتل افراد الشرطة اثناء الاشتباكات جرائم اتل افراد الشرطة اثناء الاشتباكات بدأت بمقتل امين شرطة في اشتباكات مع مسجلين خطر في اسكندرية التكلم ده من حالي من اسبوعين بعدها بسبوع او بالزبط من 3 او 4 ايام معاون مباحث اسم شرطة ادفو في الصعيد محمد كلاني اتقتل برضه في اشتباكات مع تجار مخدرات ومسجلين خطر واخيرا النهاردة مقتل معاون مباحث احمد ياسر توفيق احمد ياسر توفيق ده معاون مباحث مركز كفر الشيخ برضه في اشتباكات مع مسلحين الحقيقة الموضوع مش عارف يعني ما كناش بنسمع الموضوع ده او ما كانش بيتم تسليط تدق عليه الفترة من زمان اول لكن فيه معلومة سيسي قالها لو خدتوا بالكم في الاحتفالات ايدي الشرطة احنا قضينا على الارهاب تماما وخلصنا الارهاب وعايز قالكم ان مصر ما بقاش فيها ارهاب وجيه الوقت اللي نقول كذا واحنا حاربنا طيب هو سيسي خلص الارهاب والناس الجماعة بتاعهم المخدرات والمسجلين خطر فبالتالي بدأ هم يطلعوا ولا احنا طول الوقت هنبدأ السيسي يستغل اي فزاعة عشان خطر يخوف الناس ويرعب بها الناس او يوهم نفسه ان الاجهزة الامنية بتاعته تعمل بكل طاقتها ما هو دلوقت اللي من دول بقى بتاع الشرطة وبتحسين يعني صورة الشرطة عند الناس لازم نحسن صورتهم ونخلش اكلهم جميل ولذيذ ولطيف فلازم لازم بقى فيه دم يعني السيسي لازم بقى فيه دم شوفنا قبل كده وكلها منقول كنا منقول شوف المستفيد من الاحداث اللي بتحصل في سينة مين هتلاقي هو السيسي عشان يبرر موقفه ويبرر تهجيله للناس مش اي حد تاني فهو السيسي ما عندوش مشكلة انه هو يفرط في دم اي مصري علشان خاطر يزبط للناس وجهة نظر وطبعا هتيجي بصها هقولك اه بيبقوا معاونين مباحثة اللي هم الشباب الوراور الجديد اللي هم البرابر يعني اللي هم لسه الخليجين الجداد اللي لسه ملهمش بقى ملهمش ناس يعني مبقوش قيادات فبيخلص عليهم يعني ده 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 تخيولي وتحليلي للموقف ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط بس ما باجه ادور على المستفيد وباشوف كلام واحطه جميع بعضه بنلاقي ان الموضوع ان السيسي داخل في حتة بقى دلوقتي الفترة دي ربنا دستر واتمنى ما يكونش كلام صح لكن هتلاقي الفترة الجاي حاجات بالشكل تكبيل يعني انه مش قليلة خصوصا ان انا برضو اتكلم على موضوع الشرطة عليكم مبتوع الشرطة اصلا احنا احبطنا محاولة محاولة يعني قدروا ان هم كدخلية او كشرطة ان هم يستحوزوا على او يمسكوا تمانية مليار جنيه مخدرات فدي حاجة كويس واعدوا لك ازاي ومش زوراكم كبير جدا انتو عارفين ده يعمل في البلد ايه طيب انت دلوقتي ازاي الناس شغلة بالشكل ده وانت عايزهم كمان يروحوا بقى يرقبوا الاسعار ويشوفوا المشاكل الغلاء والتجار وجشع التجار والكلام ده فهو كان هنا السيسي بيبرقهم من ساحة ان هم مالهمش شغلان اغير ان هم يقبضوا على تجار المخدرات بس طب ما في الاشتباكات همت بيتصفوا وده الزاهرة برضو غريبة هنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل فيها ونتمنى السيسي ما يستغلش الحدوتة دي ويطلع عليها يركب عليها تريند تاني احنا مش عارفين لانه انتوا عارفين ده من السيسي ما بياخد حاجة بياخد سكة كده بياخده ويطلع بقى الحتة ياخد بقى المصرين في حاجة هو بقى من حاجة تانى فكرة بص العصفور اتمنى في النهاية يكون الفيديو عجبكم وتدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وفي النهاية اتمنى ادعموكم بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بنزله سلام